اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على امام الانبياء وسيد الاولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه البررة الاتقية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فإن من فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده أن تابع لهم مواسم الخيرات وتفضل عليهم بكثير من العبادات والطاعات فهذا هو شعر السيام والقيام وقراءة القرآن والعمل الصالح قد عزم على الرعيل ولم يبق منه إلا القليل وهكذا يجعل الله عز وجل من فضله وإحسانه في ختام هذا الشعر المبارك جملة من العبادات ومنها زكاة الفطر زكاة الفطر وصميت بزكاة الفطر نسبةً على متعلقها وهو الفطر من هذا الشعر فصميت بذلك زكاة الفطر أيها الإخوة نعمةٌ عظيمة ومنةٌ من الله عز وجل جليلة زكاة الفطر هي فريدةٌ فردع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في المنزلة كما فرد الله عز وجل وكما أمر به سبعانه وتعالى لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخضوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجاء في الصحيحين من حديث بن عباس وعديث بن عبد من حديث بن عباس وعديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والعر والذكر والأنصى والصغير والكبير من المسلمين إخوة العيمان العكمة من مشروعية زكاة الفطر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما كثيرة من هذه العبادة العظيمة وهي زكاة الفطر أولها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتسال أمره ثانيا تطيير الصائم مما قد تعلق بسيامه من نقص ونعو ذلك فهي كالمكملات لما نقص من عجل هذا الصائم ثالثا إظهار شكر الله عز وجل بأن وفق هذا العبد الفقير إلى الله الضعيف المسكين اتمام شعر رمضان صياما وقياما وما لعك بذلك مما وفقه الله عز وجل من الأعمال الصالعة وقت إخراج ذكاة الفطر أما وقت وجوب ذكاة الفطر أيها الإخوة فهو غروب شمس ليلة العيد لأنه هو الذي يكون به الفطر من رمضان إذا غربت شمس عيد الفطر انتهى رمضان وانتهى معه السيام ودخل العيد ولذلك سميت زكاة الفطر وجاء الترخيص في دفع زكاة الفطر أيها الإخوة قبل يوم أو يومين وذلك سبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما كان في البخاري أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين إخوة الإيمان إن من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم في ختام آذ الشعر المبارك سلاة العيد ولأ منزلة رفعة عند الله أز وجل لذلك جعل الله لها آذاب ومن الآذاب التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها أيها الإخوة الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة ولقد ساء في الموطع وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المسلة ثانيا من العداب أن لا يخرج في العيد إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما ثبت في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات إلى قوله وكان يأكل ون وطرا ثالثا التكبير أيها الإخوة وذلك يكون يوم العيد وهو من السنن العظيمة في آذى اليوم المبارك لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون رابعا التجمل للعيدين خامسا الذئاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر كما روي ذلك عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 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 واندى الله بيسو قد وانا لتابي قطن قطن سبا اوان ننقوانا كيغوما كميين دمكسني انوا اقوى وانداري داري ميالبركة واندى ابادة اتكم وانداري يافكي واتا جبوكنا بوتا تاوى الله سبود فللا الله ني انوا دكومي كوتا ين الله غباي سا الله يا بيبي يا وباي إرن وانا اللوك تانا الخيري الله يا فللا غباي تحنير ودبتاموس وانسي ابادو دي ماسي جرما دبي يا ياگا الله بادن كومي با سيدان سسام ربوتا عوضان الله وانا وطانا رمضان وطانينك ايام الليل وطانين عزمي وطانين كراتن القرآني وطانين أيو كانگري غاشكو ما وانا وطايا دونا مرتفيا بابا ابند يه سورا دكتكين سسي وانا كي انقدان حكا اللا مدو كتنسر كي تكين فلالسة دي چوتا تاوالسة يسا يوان سي ابادو تكين وانا كرشان وانا وطا دكتكين ابادو يموا وانا اللا يسا يوانا وانا كي ماسيزو شيني زكاة الفتر شيني زكاة الدكي انبا چوانن زكاة زكاة الفتر سبودة دنگن توتا زواغة ابند تكي لنمبرد ششيني عزمي سبودة اوكي فتر اوكي شروا وانا كل من سني وازام شاروا نقر شرانا وازام كيوانا عزمي تو اوكي شروا نقوانا كيوانا مكي عزمي اما كيوانا تلاتون کو کما اشرين دتارا اقوي ببنشروا شيني سا سي اکا ambache شدتونا اکا ambache تدسونا زكاة الفتر مالا ميسي کتي للي وانا نئمانيي غا الله کما وانا نينا نونا بايسنا بنقوانا دا وانو وطا میتا دا وانا أشيكرا باب شيسي قدادا شي كيزوا شي يسازام akan asshabان النبو ماuciones دا وانا صلحة وانا سيكا بيوة بايس تابعاين تابعو التابعينا سنايان الوا ياين سيكا بتاع دا وانا 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 سيكا شاروا ثوا ثوا واني حر قداشي دا سنا رو اللا دنیا کرو سوا ننشاوا وانا يوكا حاكا ننسي سي كيزوا وانا كي كو كما واني قداشي دا سنا روقن الله الله يكيس ونن وطا ويأوه ونن كينونا أو كيبان قانا شي يساء الله يوجب تامنا ونن زكاة الفطر ونن زكاة الفطر فر الله واجبيني وننب صلى الله عليه وسلم يفرلن تا يوجب تاق ونن الأومى لليم سني شوا دكا ننب النب صلى الله عليه وسلم يفرلن تاو الأومى كمريان يفرلن تاني سبود أن نب صلى الله عليه وسلم بايا فرشي بسسنزو يدعبن دفعي فاة وحييني دفع الله الله يكي وما يمطق عن الحوا إنهو إلا وعين يوحى حكا الله يكي وما آتاكم الرسول فخضوه وما نعاكم عنه فانته الله يكي دكا ننب نبعن منزو يزومك دشي الله يكي قريكيش نبعن يعنيكو غبرن سكوحني إنجا الله شيا سايا تبتا أتكم بخاري دمسلم دقا عديسا عبد الله دم عمر عبد الله دم عمر كتيوا فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر منزن الله صلى الله عليه وسلم يَا فَرَلَنْ تَزَكَّفُ فِي الدَّكَيْهِ مِنْ رَمَدَانَا دَقَتِكُمْ وَنَّا وَتَانَ رَمَدَانَا سَاعًا مِّنْ تَمْرِي سَاعِينَ دَبِينُوا او سَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ او سَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ كُوكُمَ سَاعِينَ شَعِيرٍ عَلَا لَعَبْدِ غَبَا وَا دُولَنِي وَالْعُرِّ دَكُمَتْنَا شِي مَا دُولَنِي وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى دَمَا چَدَنَمُجِ غَبَادَ يَنْسُ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ دَكَرَمِيدَ بَبَّا دَكَنْ دِكَنُوا مِّسِلْمَي سَاعِينَ مَا لَمَسِكَ بَدِّ شِي نِي مُودی غُبَادُ وَالنَّ مَالَمَسِكَ تَي إِدَنْبَ أَسَامُوا النَّمَّبَ أَسَامُتَا پَنْحَنُّثَ أَكَا ثَكِي حَكَ إِدَنْ أَكَ كَمْفَتُ دَيَا أَكَارَا بِيُّ أَكَارَا أُكُو أَكَارَا يَكَي غُبَادَ وَالنَ شِي نِي سَاعِي غُبَادَ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنع 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 ترجمة نانسي قنقر 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 كنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر